السلام عليكم واشراكم لباس غاية الحمد لله انا راني بخير وانتوا ماشاء الله تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هاد الفيديو بخير جيتكم بوصفة رائعة اللي راه يديرها تندنس في التيك توك اه وصفة الكومون بير في الفرن اجي وصفة رائعة بزيف اه انا قدمت معها البطاطا ولي حبي ديرها اه شرائح الدجاج ولا شرائح اللحم كذلك اجي مليحة وهنا روحوا انشوفوا المقادر على بركة الله اللي هنا كما شفتو عندنا كامونبير كامونبير وعدنا زيت زيتون وعدنا التوب زو السنة التعتوم وعدنا الزعطرة اللي ما عندوش زعطرة يقدر يدير اكل الجابل انا هذا وش توفر عندي توفرت عندي زعطرة راح ندير زعطرة كما يقولك انا نحب زعطرة بزيف طيب اه اللي هنا نروحوا انه ننحضروا الكامونبير اه التاعنا هنا اللي يكون عندو غام كان بالحجم هذا تعل الكامونبير يدير فيها انا ما عنديش مش متوفرة عندي راح نحتفظ بالعلبة ونضير فيها هنا كما شفتو جبت ورق الطهي حطيتو في العلبة تعال كامونبير وهنا راح ننحي الكامونبير من البلاستيك هذا هكذا ونحطو في العلبة يعني نحاول اندخلو في العلبة باش مايروح ليش يعني باش مطموح تروح ليش لا فوق متاعه على هذا اللي قلت لكم اللي عنده غامكا بالحجم هذا من الاحسن انه يدير في الغامكا هنا نحاول نحي الورق الطهي الاضافي يعني لي راح زايد باش ما يتحرق ليش في الفرن الطريقة هذي هنا نقولكم نشكر بزيف المشتركين جدد لي دخلوا القناة نقولهم يعطيكم الصحة ومرحبا بكم القناة قناتكم نشكر بزيف المشتركين او فيه ومتتبعين او فيه القناة نقولهم يعطيكم الصحة وبرك الله فيكم وربي ما يحرم نشمكم ان شاء الله هنا راح نبيكي الكامون بير التاعي بالموس كي ما شفته راح ندير فيه يعني فتحات ها كده نقولكم لي ما راش مشترك في القناة يشترك فضلا وليس امرا ويفعل زر الجارس به يوصله ما هو ما كل ما هو جديد ان شاء الله هنا بعد ما بين كيتل كامون بير التاعي راح نا نقطع اللاتون التعي الى شرائح وصفة رائعة وبنينا بزيف 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 يعني اه تشهي و visa نقولكم شهيativ بزيف يعني وريحتها طيبة dużo كي مع RES lootCRAT كما رأيته بعد قطعت التوم الى شرائح سوف ندخلوا في هذه الفتحات اللي كنت درتهم في الكعمون بيغ هكذا انا درتزو السنة التوم وانتم تقدروا تزيدوا يعني حسب الضوء كل واحد يبغي التوم يدير التوم بززاف لي ما يحبش هو على بالو كما يقولو الشاكن سونجو الهنا بعد ما دخلت التوم التاعي كامل في هذوك الفتحات اللي كنت فتحتهم بالموس في الكامون بيغ اهنا راح نجيب الزعيت راتاعي ونحتاج الاوراق تاوحة فقط يعني راح نحتط الاوراق فقط ويعني راح ندير كمية مليحة من زعيت را قلت لكم اذا توفر عندكم اكليل جابل اه اه تقدروا اكليل جابل اه يعني اما باكليل جابل اه يعني اكليل جابل اه تجيب نينا وجيب شابه بزاف انا ما عنديش اكليل راح ندير الزعيت را وهنا راح نضيف اه اه زيت الزيتون اضع كمية مليحة مزيت زيتون على الكامامنبير اضع الكامامنبير اضعه في الفرن يأخذ اللون الذهبي سوف نبدأ البطاطا هنا يقضل البطاطا يوم القطع البطاطا يحيط وصفة بسهلة سهلة سهلة و بسيطة سريعة التحضير يعني لا تأخذ لك وقت كما عودكم دائماً انا وصفتي سهلة و بسيطة خلو اللي جيم تطرولي من اللي جيم هكذا نقطع البطاطة التاعي نشكر كامل اللي راهم يتبعوني كامل اللي راهم يخلو اللي جيم نقولهم يعطيكم الصحة و بارك الله فيكم نشكر كامل الناس اللي ساهموا في في يعني في القناة هذه يعني يعنوني فيها نشكرهم بزاف على دعمهم ليا نقولهم يعطيكم الصحة و بارك الله و فيكم دائماً نقولكم كل واحد يدير حسب أفراد العائلة تاعه أنا يعني درت هذوك تلف حبات بطاطة يعني مشي قبار كما شفتم هنا بالنسبة لل تتبيلة تاع البطاطة كما شفتم راح نتبلها راح ندير فيها فلفل عكري حلو مرحي هكذا مغرف صغيرة يعني حسب الكمية تاع البطاطة دائماً نقولكم و راح نديلها فلفل حمر مرحي حار حسب الدوق وتقدري تستغني عليها اللي ما يحب شرحار يقدري يستغني عليه هنا حندير قركم رشة صغيرة تاع قركم رشة فلفل أسود و رشة تاع زنجر و هنا راح ننضيف لها يعني الزعيترة اورق تاع الزعيترة فقط وصفة رائعة بزيف كي ما عودكم دائماً نجيب لكم غير الوصفات السهلة والبسيطة واللي اه في متناول الجامع هكذا و هنا بعد ما حتت هذو كل أورق تاع الزعيترة تاعي راح نضيفوه حوالي ملعقة و نصف و لا تاع زيت الزيتون هكذا هكذا راح نطيبها في المقلات الكهربائية يعني ما نسحقش الزيت بزيف هكذا هنا راني تبلت الباطاطة تاعي كي ما عودكم دائماً قلت لكم أنا المقلات نحب ندير فيها بابي كويسان باش نحافظ على نظافة تاعها يعني ما نش حبتها يعني نفسدها بالزيوت نحط فيها دائماً ورقة طهي ونطيب عليه اللي هنا كي ما شفتوا راني حطيت الباطاطة تاعي ذو كنروح نحطها في المقلات الطيب تبعوا معي الفيديو الاخير اللي هنا بعد ما طيبت الباطاطة تاعي وحمرت الطيبت يعني الكامون بير تاعي يعني حمرته ما يديش وقت بزيف في الفرن شوفوا الشكل النهائي تاعها يعني ريحة تشهي والطعم يعني حاجة أخرى وش نقولكم يعني بنينا بزيف ويعني تستحق التجربة هنا ما بقى لي غير نقولكم ما تنسوش اللي ما راش مشترك في القناة يشترك فضلاً وليس أمراً ويفاعل زر الجرس به يوصله كل ما هو جديد وهنا ما بقى لي غير نقولكم اتهى الله في رواحكم السلامة